رحمن يقول هل تصح المضمض بالماء والملح لتخفيف ألم الأسنان في نهار رمضان إن تجنب ولوج شيء إلى الجوف فلا شيء عليه تمضمض بالماء أو تمضمض بالماء والملح أو بشيء آخر طالما أنه يجتنب وصول شيء مما يتمضمض به إلى جوفه فلا إشكال عليه هذا إن ثبت أن الماء والملح يمكن أن يكون نافعين لوجع الأسنان لكن الحاصل محل الجواب هو فيما يتعلق بالمضمضة شأنها في ذلك شأن المضمضة بالماء والله تعالى